سحب الملك محمد 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 م من الانتقادات؟ هذا القرار كان قرار صائب ومحلول لأن أظن أن الميد محمد السادس وقصر حسوا بخطورة ما تم القيام به وأظن أن الوقت كان جد مناسب لإتخاذ هذا القرار وأظن كذلك لأن الناس الذين يدعون الآن للقيام بمظاهرات يوم الثلاثة المقبلة أو يوم الأربعاء فأظن أن هناك دعواس محلها لأن ما كان يطالب بها الشعب حينما خرجوا المظاهرين يوم الجمعة إلى أمام البرلمان وفي مدن أخرى كطانجا وكسطوان ومدن أخرى فطالبوا بإلغاء العفو على هذا المجرم ولكن المشكلة لكي الآن هو أن دانييل غير موجود في المغرب وهذا هو الإشكال واللي مشأنه أنه يجعل أن هذا القرار ما يكونش عنده مفعول مئة في المئة من أجل وضع حد شيئاً ما الغنيان الذي يعيش به الشراء المغربية وما هي اليوم أكثر الأراء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا العفو الملكي الصادر وبعده السحب العفو كيف تعاطى النشطاء اليوم عبر مواقع السوشيال ميديا مع هذه الحادثة بالتحديد؟ فهناك تضرب في الأراء فهناك بعض الناس الكثير من الناس اللي رحبوا بقرار الملكي وأشهدوا به وقالوا أنه قرار غير مسبوق وتيبيه لأن الملك محمد السادس أخذ بعض الاتبار مطالب الشارع المغربي وأصدر قرار في وقت مناسب قبل ما يدخل المغرب في حسابات وانزلاقات قد تؤدي إلى العصب بالاستخراج السياسي الذي يعمل في المغرب في المنطقة وفي خلاف ذلك هناك بعض الناس الذين لا زالوا يقولون أو يشكيكون في أن الملك لم يكن له علم بأن دانيال كان موجود في لائحة المشموعة بالعفو وكذلك بالجرائيون التي ارتكبها في حق الأطفال المغاربة وهذا سيئتبين فهناك القسام في الشارع المغربي لأن بعض الناس عندهم شيئا ما مغلوطة حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الملك فبعض الناس يظنون أن الملك أي شيء يأتي إلى المكتب من أجل التوقيع عليه فهو عند الوقت كافي من أجل التلع على كل تفاصيل وكل الوثائق من قبل التوقيع فهنا يجب أن تضع على أن في كل الدول وفي كل منظمات فرئيس الدولة لم يكن لديه الوقت الكافي لأنه يطلع على كل وثائق فهذا يدخل في صاميم المستشارية ولكن اليوم بعد هذا التخبط الذي شهده العالم في قضية العفو الملكي لدانيل كالفين ما هي برأيك الخطوات التي يجب أن يتبعها الضلاط الملكي لتجنب حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى؟ الخطوة الأولى يجب تقديم طلب رسمي إلى إسبانيا والضغط من أجل إما أن يرجع دانيل إلى المغيب وهذا احتمال غير وايد شيئا وكذلك الطغة من أجل أن تقوم إسبانيا بأن الآن إسبانيا قامت بقبض على دانيل منذ تقريبا ساعتين وأن تقديم طلب رسمي إلى أجل أن يقديم ما تبقى من حكومتي الحبسية أي 28 سنة في إسبانيا الخطوة الثانية التي يجب قيام بها هي مراجعة المستر القانونية لإصدار العفو الملكي وكذلك يجب أن يقوم الحكومة المغربية بمراجعة كل القوانين المتعلقة باستغدال الجنسي للأطفال أو بالاستغدال الجنسي بالصفة عامة في المغرب لأن المشكلة التي يعاني منه المغرب وأن لدينا قوانين مدساهلة مع المستغدال الأطفال ومع المقتصبين فكيف يعقل أن المقتصب الأطفال وهذه وقعت في 2004 أو 2006 وفي حالات كثيرة يتيم اقتصاب طفل طفل في الرابعة والخامسة والعشر من عمره يتيم اقتصاب حياته وفي الأخير نقوم بالحكم عليه بسنتين أو ثلاث سنوات ويتم بعد ذلك إصدار العفو فهنا يجب تساؤل من يقف وراء وضع هذه الأشخاص في اللوائح المشمولة بالعفو في الدول كفرنسا وأمريكا التي يعيش فيها فهناك بعض الولايات التي يتم فيها الحكم بالإعدام بالإعدام على المخصبين فيجب على المغرب بالخطوات الهامة التي يجب على المغرب القيام بها خاصة أن المغرب الأسف الشديد أصبح في السنوات الأخيرة معروف عنده سمعة مشوهة كقبلة للسياحة الجنسية فيجب تشديد العقوبات مفروضة على كل من تسوي له نفسه الاستغلال الجنسي للأطفال أو كذلك المجيء للمغرب من أجل السياحة الجنسية فيجب إعادة النظر الأستاذ سمير بنيس رئيس تحرير موقع موروكو وورلد نيوز أشكرك على هذه المداخلة القيمة معنا اليوم في بيلينك كنت معنا مباشرة من فاس في المغرب شكرا جزيلا لك إلى هنا ينتهي بيلينك موعدنا يتجدد غدا إلى اللقاء